موسيقى افتتاح صارة المجد القتالي في الساحة الغربي وتكيدادهم بمواصلة النضال على درب شهد انتفاضة ديسمبر الميليشيات تواصل تصايدها وتقصف منازل المواطن في مدينة حيس والتحيطة والاطفال اكثر ضحاياها موسيقى القوات المشتركة والمقاومة دكان تجمعات والياد للميليشيات قرب بيت الشرج وخسائر في العدة والعتاد موسيقى اهلا بكم الحشود الضخمة التي جاءت من كل حذب وصوب لحياء الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم صالح ورفيقه الامين وثلة من رفاقهما تعبر عن موقف يجسد عظمة الوفاء الذين قدموا حياتهم رخيصة في سبيل انتصار مبادئ الثورة والجمهورية وتمثل ايضا رسالة قوية للميليشيات الحوثية انهم مستمرون على درب الشهداء حتى استعادة الدولة موسيقى تتواصل الفعاليات لحياء الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الامين عارف الزوكا ففي الساحة الغربي افتتحت صالة المجد القتالي للصور والوثائق والتي تشمل على اجنحة الصور منذ ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر وايضا الرابع عشر من اكتوبر وانتهاء بثورة ديسمبر وكذا الصور ووثائق عن تكوين المقاومة الوطنية حراس الجمهورية والشهداء يتزامن مع احياء الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر الخالدة واستشهاد الزعيم القائد علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيق دربة الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الشهيد الاستاذ عارف الزوكا قام الاخ رئيس عمليات المقاومة الوطنية حراس جمهورية العميد الركن عبدالرحمن نعمان ومع الاخ ناصر باجيل عضو مجلس النواب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والقيادات العسكرية بافتتاح صالة المجد القتالي بجبهة الساحل الغربي صراحة سعيدين بحضور افتتاح هذا المعرض الذي يمثل الفعاليات التي اطلع بها حراس الجمهورية والمقاومة منذ نشوءها صراحة نحن سعيدين ان هناك بناء مأسسي يسهر عليه رجال دولة يريدون استعادة الدولة واستعادة الوطن طبعا نحن اليوم افتتحنا معرض الصور في الشهداء الساحل الغربي فكانت التضحيات عظيمة وكانوا أبطال ونحن ارتحنا نفسيا من الجاهزية للضباط وقوات الحراس الجمهورية وقوات العمالقة إلى جانبهم والقوات التحامية إلى جانبهم كنا نقول اتينا لنرفع المعنويات ولكن ارتفعت المعنويات لدينا بما شاهدنا في وجوه حراس الجمهورية من معنويات قوية وهم فعلا حماية الجمهورية وهم من رأيت صنعاء في وجوههم رأيت تعز في وجوههم رأيت الحديدة ومين الحديدة في وجوههم وإن النصر القريب إن شاء الله فيما أكد الزائرين لصالة المجد اعتزازهم وفخرهم الكبير إن كان لهم الشرف بإنهم يطوفون بين صور أفضل الرجال شهداء الحرية والاستقلال والجمهورية ويعادة الوطن المسلوب من كبال عصابة الإجرام الممولة من إيران هذا مواقع الشرف مواقع الكرامة مواقع الشموخ مواقع العزة مواقع البطولة والله العظيم إن أحذيكم وسامن على روسنا وشرف لنا ونعتز بها ودماعكم الغالية إنها تقدر منا كل يوم يموت شهيد فينا كل يوم عرق فينا عندما يسقط شهيد من هذه الأبطال التي سقطوا وكل جريح يتألم هو يتألم في المستشفى ونحن لأنه هو في أماكننا ندعو لكم نصوم من أجلكم أن تنتصروا حتى الأطفال والله العظيم إنهم كانوا يبصروا في ماركة الحديدة ويقولوا يا الله يحنع انتصروا الكل معكم أنتم تسجلوا بالأولاق بالاسم البيض سيكون تاريخا لنا ونحن نعاهدكم سنسجلها بالندان بدمائنا وبخطواتنا وبأولادنا نحن أتينا من شبوة تواجدنا مع أبطال قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي احتفاءا بالذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر وتقديدا للعهد ووفاءا للشهداء الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيق دربه العمين عارف الزوكا وكوكبة من الشهداء الذي اليوم نحن نتواجد في افتتاح معرض الصور وتاريخ بدء المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بهذه الدماء الطاهرة تم تطهير معظم مناطق الساحل الغربي لقناة اليمن اليوم عبدالوهاب نمران من الساحل الغربي محافظة الحديدة ويعد المهرجان الجماهيري الحاشد في الخوخة بمثابة تأكيد من الشعب اليمنى عامة ومن المؤتمرين خاصة أن انتفاضة ديسمبر المجيدة ما تزال حاضرة في قلوب ووجدان اليمنيين الذين أكدوا تنفيذ وصايا الشهيد الزعيم بأنها السبيل للخلاص من الميليشيات الحوثية بالنشيد الوطني ووقفة حداد على روح الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيكه الأمين عارف عوار الزوكا وشهداء ديسمبر الأغر افتتح المهرجان الجماهيري الحافل في عروس الساحر الغربي الخوخة احتفال جماهيري هو بمثابة تأكيد من الشعب اليمنى عامة والمؤتمرين خاصة أن انتفاضة ديسمبر المجيدة ما تزال حاضرة وواقعا مفروضا على اليمنيين للتخلص من الميليشيات الحوثي التي سلبت الدولة ومؤسساتها وقارها الحفل الجماهيري المهيب الذي حضرت شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية وعسكرية وقيادات السلطة المحلية في الحديدة ووجاهات مجتمعية من ربوع الساحل الغربي والمحافظات المجاورة أكدوا في حضورهم على الدور البطولي للزعيم علي عبدالله صالح وتعالي القيم الجمهورية في وجه القوى الكهنوتية القادمة من كهوف الجهل والتخلف وشددوا على أن لا خيار إلا بدحر الميليشيات الحوثية التي صدت على مؤسسات الدولة وأفرغتها من دورها المؤتمر الشعبي العام بفروعه في الساحل الغربي طالب القوات المشتركة عسكريا باستكمال تحرير الحديدة وأكد شعبيا أن لا خيار أمام اليمنيين إلا باستكمال الانتفاضة على ميليشيات الحوثي وطالبت فروع المؤتمر الشعبي العام الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح الذي يرزح تحت وطأة تهم كيدية لا تصب إلا في صالح شق الصف الوطني واللحمة المرجوة لمواجهة الحوثي فأشالب الغتل والإرهاب والغدر والإفقار والتجويع فشلت ولن تذني شباب اليمن من ترفيذ وسائل الجعيم علي عبدالله صالح على الأرض وفرضت حزلة على ميليشيات الحوثي الإجرامية وبأن أرض تهامة الطاهرة ستكون مقبلة للإماميين القدود الساحل الغربي في الاحتشاد الكبير وذكرى الانتفاضة الخالدة كان لشركة الرجل ونصف المجتمع من قطاع المرأة في المؤتمر الشعبي العام وقفة هي الأخرى هزت الحاضرين جميعا بدعوتها إنهاء مهزلة اتفاق السكهولم داعية إلى استكبال تحرير الساحل الغربي وبإسم المرأة في الساحل الغربي وبإسم كل نساء اليمن الأكثر معاناة نطالب بإنهاء العمل باتفاق السكهولم نطالب بإنهاء العمل باتفاق السكهولم لذلك نقضته ميليشيا الحوثي وأن يتم استكمال تحرير مدينة الحديدة وبإسم هذه الحشود نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن الأخ أحمد علي عبدالله صالح محافظ الحديدة وعن السلطة المحلية طالب باستكمال تحرير الحديدة التي وصف دماء أبنائها ونسائها وأطفالها أنها أقدس من اتفاق السكهولم الذي أزهق إلى الآن أكثر من أربعمائة مدني أعزل كما أشاد المحافظ بحنكة الزعيم الشهيد في تجنيب اليمن ويلات الحرب والدمار وأكد على التعددية السياسية وثقافة الحوار كنهج للزعيم علي عبدالله صالح إن الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه يسير على الدرب ونهج الزعيم وتنفيذ وصاياها الخالدة مهما كانت التضحيات أن دماء أطفال ونساء أبناء الساحل الغربي أقدس من اتفاق السكهولم هذا الاستفاق المشؤوم الذي ولد ميتاً كلمة ضيوف المهرجان التي ألقاها البرلماني ناصر باجيل أكد على أن القوى الوطنية يجب أن تستشعر خطورة المرحلة وأن يحرص الجميع على وحدة الصف وتجنيب الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن فهذه العصابة من جرد أداة تحركها إيران ولا تملك الحق في اتخاذ القرار ولا يفوتنا هنا أن نوجه الشكر باسم هذه الجماهير المحتشدة لا يفوتنا في التحالف العربي ممثلين بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقاومة الوطنية حراس الجمهورية والتي أكدت أن الانتصارات في الساحل الغربي لم تكن إلا بتكاتف المقاومات الثلاث حراس الجمهورية وألوية العمالقة والألوية التهامية ودعت المقاومة الوطنية في كلمة لناطقها أن على القوى السياسية توحيد صفوفهم لمواجهة ميليشيات الحوثي ونبذ كافة الخلافات التي تؤجل النصر وتنحرف ببوصلة الأهداف هذه الانتفاضة المستمرة ولدتها تجربة سنوات كرستها إصابات الحوثي كرست خلالها الفرقة والسلالية والعنصرية والإرهاب والمناطقية والاستبداد والنهب والفساد والإفقار وبعد هذه الآفات كلها تسببت في حرب تضرر منها الشعب بخراب مؤسسات دولته ومقدراته الإقتصادية إن أبرز ثمار هذه الانتفاضة تتجلى على أرض تهامة التي أنهت أحلام الجماعة الحوثية في التمكين بعد أن كسر أبطال هذه الميليشيات في جبهات الساحل الغربي ولولا اتفاق السكهل لما كان للحوثية في مدينة ومحافظة الحديدة أي وجود نقول من أرض تهامة الثورة نحن معكم على الدرب سائرون من أجل تنفيذ وصايا الزعيمة عودة الحديدة والعاصمة صنعاء إلى حضن الجمهورية ولن نفرط بقضية شعبنا ولن تذهب دماء الشهداء هذرة مهما كانت التضحيات مهرجان إحياء ذكر انتفاضة ديسمبر كان جمهوريا بامتياز أكد في مجمله على إنهاء التصلط الحوثي على ما تبقى من مديريات الساحل الغربي والتأكيد على استكمال التحرير الذي لن تقف عجلته إلا في العاصمة صنعاء مهرجان أكد حضوره جميعهم على استمرار الانتفاضة في وجه الميليشيات الكهنوتية التي لا مقام لها بين أظهر الشعب اليمني محمد الصار اليمن اليوم وأكدت الحشود الضخمة غير المسبوقة التي اقتضت بها المداخل الثلاثة لمدينة الخوخة للمشاركة في المهرجان الجماهيري التاريخي وذلك في الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر أكدت العزم على تنفيذ الوصايا التي أعلنها الشهيد الزعيم في انتفاضة الثاني من ديسمبر والتي غيرت المعادلات على الأرض وكان تحرير الخوخة أولى ثمارتها منذ ساعات الصباح الباكر وعدسات الكاميرات تلتقط صورا لتزاحم الحشود عند المداخل الثلاثة لمدينة الخوخة التي تشهد لأول مرة مثلها كذا طوفان بشري من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والسياسية الرفيعة بمختلف انتماءاتهم ممن شاركوا في هذه الفعالية تجسيدا لعظمة الحدث وإيصال رسالة للعالم بأن انتفاضة الثاني من ديسمبر كان لها الفضل في تغيير المعادلة على الأرض في معركة شعبنا مع الميليشيات الحوثية وأن من ثمار هذه الانتفاضة تحرر مساحات واسعة من الساحل الغربي في غضون أيام قليلة من انطلاقها بما فيها مدينة الخوخة التي تشهد اليوم هذا الحدث الجماهيري الكبير تجسيدا للانتفاضة الثاني من ديسمبر ضد الكهنود الحوثيين ووفاً من شهد الزعيم علي أبتالى سالح والأمين حارب السوفاء اليوم نوفي بالانتفاضة ونستمر حتى تحرير جميع أرجاء الوطن من الأصابة الذين هبت وشركت مدركات البلاد وسوف نعمل بوساء الزعيم والأمين حتى آخر تدرم دمانها إن شاء الله الحشود الكبيرة المشاركة في هذا المهرجان عبرت من خلاله عن مبادرتهم الشهيد الزعيم الذي ضحى بحياته من أجل عزة أبناء الشعب اليمني والحفاظ على جمهوريتهم من الإماميين الجدد وما هذا الجمع الغفير إلا شهد على ذلك الوفاء الذي لا زال محفوراً في وجدان كل يمني أصيل يتوق إلى عودة مؤسسات الدولة إلى سابق عهدها أقول لأبد الله صالح إننا حني أنت متوى كان حني في قلوبنا عايش ما زال حتى الآن عايش ونبضل لأنك نفتخرب أقول نعمك تأقوا على الروس هنا يا رئيس يا عيس البمهورية والنحيي قارك عفاش جينا من مديرة الدريمين ومن أريافها المتناثرة زحفاً حباً في ذكرى الزعيم الثاني الثاني من ديسمبر وكلنا شوقاً إلى هذه المجامع الوطنية ونجدد الوفاء للقيادة السابقة والحالية من التاحل الغربي شرف الشمر اليمن اليوم إلى ذلك أكد مواطنون مواصلة النضال والمضي على الدرب بشهد انتفاضة الثاني من ديسمبر للحفاظ على أهداف الثورة والجمهورية ومكتساباتها بهدلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس الذكرى الثنين ديسمبر هي انتفاضة شعب على الإمامة الجديدة المتمثلة في الانقلاب الحوثي يوم إعلان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح انتفاضة الشعب اليمني على الإماميين الجدد كان يوم يشكل من يومها حزائم متتالية على الانقلاب الحوثي من يوم إعلان الانتفاضة من قبل الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح فهذا اليوم سيبقى محفورا في ذاكرة الشعب اليمني ولن ينسى هذا اليوم أبدا وسيظل الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ورفيق دربه عارف الزوكة سيظلون في عقول أبناء الشعب اليمني صغارا وكبارا حيث وهم قد قدموا أرواحهم فداء لهذه الأمة الأمة اليمنية إن الثاني من ديسمبر هو يوم انتفاضة الشعب اليمني ضد العصابة الكهنوتية التي انطلقت شرارته من أمانة العاصمة صنعى وتواصل مسيرته من الساحل الغربي فالثاني من ديسمبر هو اليوم الذي أعلن فيه الزعيم أكتشف المخطط الكهنوتي الرجعي البغيض لاستعادة اليمن إلى ما قبل الإمامة وعلى أساسه كانت الانتفاضة اليمنية الكبيرة والتي ضحى فيها الزعيم بروحه قبل أن يضحى أي أحد والأمين العام عارف عوض الزوكا رحمة الله تغشاه انتفاضة الثاني من ديسمبر هي انتفاضة شعب وهي كذلك الانتفاضة من وصايا الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح الذي قام بها ودعا فيها الشعب اليمني لكشف حقائق وإجرام الكهنوت الحوزي نعتبر الثاني من ديسمبر مكمل لثورة السادس والعشرين من سنتبر واربع عشر من أكتوبر وهي ضد الكهنوت والإمامة الذي دمرت اليمن منذ هذا التاريخ حتى الآن ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر هي مثلات منعطفا جديد وتغير محوريه في سير المعركة على عصابة الحوزي الإنقلابية حيث كان في الفترة الماضية ربما تحالف معين لفترة بسيطة لكن تأكد في الأخير أن المؤتمر الشعبي العام المثال بالزعيم علي عبدالصالح قد حول سير المعركة في تجاه هذه العصابة الإنقلابية التي لا تقبل أحد اليوم الثاني من ديسمبر اليوم الأغر الذي نادى به زعيمنا وقائدنا الشهيد الحين الزعيم علي عبدالله صالح للخروج لدحر أعدة سلالة طائفية من يمننا الحبيب الذين زرعت الألغام وقتلت الأرواح وهجرت الأسر من منازلها لداء الزعيم في ذلك اليوم خروج شعب عريق صامد وصابر لما يعانيه ويقاصيه من آلام المليشيات الحوذية ونحن مستعدين ولازلنا مستعدين للخروج وفي أي وقت استجابة لزعيمنا وقائدنا الرمز المناظر علي عبدالله صالح رحمه الله دماء الزعيم علي عبدالله صالح والأمين العام لن تذهب هذرا سنستعيد بها القمهورية وسنستعيد بها العاصمة الصنعاء الثانية الثورة الثنين ديسمبر التي فجرت براكين الغضب ضد الحكم الأمامي ضد المليشيات الحوذية التي حاولت انتعيد عجلة التاريخ إلى الوراء وانتاتي بالأمامة من جديد لليوم الثورة من ديسمبر ولا زال أبناء الشعب اليمني سائرون على أهدافها التي حددها الزعيم الرمز الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله عليه هذه الثورة التي أجاءت لإستعادة الثورة والجمهورية وكرامة اليمنيين من قبلة الإماميين الجدد نحن هنا في محافظة شبه نؤكد أننا عازمون ومواصلون النضال الوطني في سبيل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر ومن أجلها قدمنا أغلى ما نملك وهو الشهيد البطل الأمين العام للمؤتمر عارف عوضي الزوكة رحمة الله عليه واصلت ميليشيات الحوثي مسلسلة تصعيدها في ريف الحديدة واستهدفت الأحياة السكنية في مدينتي حيس والتحيطة جنوبية الحديدة مصادر محلية وضحت أن الميليشيات قصفت بقذائف الهون منازل المواطنين ما تسبب في إلحاق أضرار بها وأيضا بث الرعب بين السكان خصوصا بين النساء والأطفال وأضافت المصادر أن الميليشيات عقبت قصفها المدفعي بإطلاق نيران أسلحتها المتوسطة بكثافة وذلك على منازل المواطنين إلى ذلك تواصل الميليشيات الحوثية استهداف الطفولة في الحديدة طفلان في منطقة الموتينة جنوب مديرية التحيطة كان آخر ضحايا جرم هذه الميليشيات هذه المادة ليست للاستهلاك الإعلامي أو المتاجرة الكاذبة بل هي واقع مؤلم يعيشه الأطفال في الساحر الغربي نتيجة رعونة الحوثي في التعامل مع المدنيين لا يكاد يوم يمر هنا إلا والسكان يتحدثون عن انفجار لغم بقريب أو عبوة حوثية بعزيز هي فعلا تراجدية حقيقية حاتم بشير يوسف محمد وعبد الجبار خمسة أطفال من التحيطة قتلهم الحوثي بهاوى قبل تسعة شهور مرت الجريمة الحوثية مرور الكرام فما اندفنوا حتى غابت قضيتهم معهم في ظل رعاية من المجتمع الدولي الذي يؤيد هذا القصف بالصمت والنظر إلى حل قضيتهم سياسيا عبر ستوكولم والد درهم نزح من الجبلية بعد فوات الأوان نعم نزح وقد بوترت قدم صقيره بلغم صرعه الحوثي في باب منزلهم أي عقلية إجرامية ونفسية تمتلكها ميليشيات الحوثي وأي مستقبل تبقى لدرهم والسؤال الأهم هل ما يزال المجتمع الدولي وكل متهادن معه على يقين بأن الحوثي سيبني مستقبل هؤلاء أشرف هنا في حيس سيعيش ما تبقى من عمره بعين واحدة فشضية من قذيفة حوثية على منزله وضعته في هذا المربع الحرج يتساءل أبناء الساحر الغربي أين المفر من منازلهم التي باتت أهدافا للحوثي وكيف يأمنون المشي في طرقهم وقد زر علىهم الحوثي الألغام نم قرير العين يا صغيري ولا تفتح عينك وقم وخاطب المجتمع الدولي والسلسة الممزكين بزمام الحديدة هل ما تزال نترون في الحوثي خيار حكم لمستقبلنا وهل استوكهولم أغلى من دماء المدنيين الذين يعبثوا الحوثي بأرواحهم ليرضي شهية القتل الميليشيات حقا إلى زوال والحسم العسكري قادم بعدما وصلت كافة الحلول السياسية إلى واد سحيق في ضلع دكة القوات المشتركة والمقاومة بالمدفعية جمعات وأليات للميليشيات الحوثية في المناطق المحاذية لمناطق بيت الشرجي شمال قاطبة وفاد مراسلنا نقلا عن مصادر عسكرية أن الضربات التي أصابت أهدافها وأدت إلى سقوض عناصر من الميليشيات بين قتل وجريح وكانت الميليشيات قد استقدمت تعزيزات باتجاه حمام النبيجة ومناطق البطحة المحاذية لبيت الشرجي قاطبة وذلك للتعويض عن خسائرها خلال المعارك السابقة إلى ذلك ذكر مراسلنا عن مصادر محلية أنما جامع مسلحة يقودها المشرف الحوثي المدعو أبو الجراح دهمت بعد صلاة الجمعة منزل المواطن صالح علي عميران ونجله عبد الرقيب في منطقة عزاب شمال قاطبة وقامت باقتيادهما إلى جهة مجهولة وفي أقصى الشمال لقيا قيادي من ميليشيات الحوثي وتسعة من مرافق مصرعهما بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في مديرة باقم محافظة صعدة كما لقيا قيادي آخر مصرعه في مديرة خبو الشعف بمحافظة الجوب المرتضى علي الشريف قائد مجامع الميليشيات الحوثية في جفهة باقم لقيا مصرعه مع تسعة من مرافقه برصاص القوات الحكومية بعد محاولتهم التسلل إلى مواقعها في مديرية باقم بمحافظة صعدة القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل فاشلة لعناصر الميليشيات على مثلث باقم مجزى الصفراء حيث تم نصب كمين لهم أدى إلى مصرع قائد العملية المرتضى الشريف والمرافقي وتمكنت من أسر اثنين من الميليشيات الحوثية واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التي كانت عناصر الميليشيات تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز نحن الآن في أحد المواقع التي تم السيطرة عليها بعد فرار جماعة الحوثي من هذه المواقع والسلاء على هذه الأسلحة الخاصة بهم وسوف نستخدم هذا السلاء ضدهم إن شاء الله بعدهم بعدهم حتى تحير صعدة واليمن كامل منهم وفي محافظة الجوف استهتفت القوات الحكومية تجمعاً للميليشيات الحوثية في جبهة سلبة بمديرية خبوى الشعف ما أدى إلى مصرع القيادية الحوثية المدعو علي محسن القحم قائد الميليشيات في الجبهة بالإضافة إلى مصرع عدد من مرافقه مدفعية القوات الحكومية استهتفت أيضاً تعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية في وادي سلبة ما أصفر عن سقوط قتلى وجرح في صفوفها علاوة على تدمير عربات تابعة للميليشيات التي تحاول تحقيق أي تقدم في جبهات عدة من المحافظة لكن دون جدوى سوى الخسائر التي تتكبدها الأخبار مستمرة وفيها بعض الفاصل منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الملاريا تهدد الملايين من اليمنيين كذلك أريد أن أذكركم وبالأخص أولئك الآباء أذكركم بعشرات سنين من حكم بيت حميد الدين وما لا صنعوا لنا أذكركم كم قبلنا أجامهم وكم اعتقدنا بأن طريق الجنة على أيديهم وليس على أيديهم إلا طريق النار وطريق الخرار وطريق الدمار واليوم وقد رفض شعبنا تلك الأسرة الملعونة وطلطها إلى الأبد فنحن اليوم نرى أن الأجيال القادمة تأتي لتأخذ دورها على هذه الأرض لتعيش حياة كريمة قالت منظمة الصحة العالمية أن 18 مليون شخص في اليمن يعيشون بمناطق معرضة لخطر الإصابة بالملارية فيما يعيش أكثر من عشرة ملايين في المناطق الشديدة الخضورة 18 مليون يمني يعيشون في مناطق معرضة لخطر الإصابة بالملارية فيما يعيش ثمانية ملايين في المناطق الشديدة الخضورة حصائية جديدة لمنظمة الصحة العالمية والتي أضافت أنه في عامي 2018-2019 استمرت جهود تعزيز تدخلات مكافحة الملاريا لتجنب الانتكاسات المحتملة بدعم من الشركاء في مكافحة هذا المرض وحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي ووفقا لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 فإن 19 مليون شخص بحاجة إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد بتكلفة إجمالية تصل إلى 627 مليون دولار ميليشيات الحوثي احتجزت وتاجرت خلال الفترة الماضية بالكثير من اللقاحات والأدوية والمواد الإقاثية المقدمة من المنظمات الدولية ما فاقم من معاناة المواضنين ورفع عدد الحالات المشتبه بها في كثير من مناطق سيطرتها ويبقى المواضن اليمني في معاناة مستمرة جراء انتشار الأمراض والأوبئة مره بمرض الملارية وأخرى بحم الظنك وتاره بالكوليرا وغيرها من الأمراض التي أصبحت هي والميليشيات تتقاسم الفتك بالمواطن الحكومة تقر تاهيل أكبر عدد من الشركات المحلية لاستيراد المشتقات النطية وكسر الاحتكار وتعتمد 90 مليون دولار لتدخلات الطارئة في خمس محافظات والإتاوات الحوثية تتسبب في ارتفاع أسعار وإتاة المياه نتابع جولة اقتصادية جديدة ونبدأ بالشأن المحلية حيث قررت الحكومة تاهل أكبر عدد من الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية للمشاركة في مناقصة استيراد المشتقات النفطية بما يفتح باب التنافس بشكل شفاف إضافة إلى توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء بأفضل الأسعار بهدف تقريس ساعات الانقضاعات الكهربائية وقال مصدر حكومي أنه تم إقرار وعادة تفعيل دور مصاف عدن والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار مخفضة وتنافسية أكد مصدر ملاحي وصول ثلاث بواخر تحمل على متنها 7800 طن من الديزل لمحطة الكهرباء إلى ميناء الزيت التابعة لشركة مصاف عدن وأضاف أن البواخر الثلاث ستعمل على تزيد محطة توليد الكهرباء في عدن بالوقود الكافي والحد من قضاعات التيار الكهربائية قال مصدرنا أن الحكومة اعتمدت نحو 90 مليون دولار لتدخلات الطارئة في خمس محافظة عدن وتعز وأبيان واللحج والضالع بما يسهل قيام السلطات المحلية بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين كما اعتمدت خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار تعويضات المتضررين من آثار السيول التي اشتاحت محافظة لحج مؤخرا وتسببت بنهيار وتضرر عدد من المنازل السكنية وجرف وطمر الأراضي الزراعية أقر المكتب التنفيذ بوادي حضر موت والصحراء الموازن المالي العام 2020 والبارغات 22 مليار و135 مليون ريال منها 20 مليار و270 مليون ريال للإنفاق الجاري والمرتبات والأجور والنفقات والمنافع ومليار و865 مليون ريال للبرنامج الاستثمارية قالت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية فرضت تاوات كبيرة على ملاك أبار المياه الخاصة في العاصمة الصنعاء وتهدد من يرفضون الدفع بإيقاف عمل أبارهم وتلفيقتها من باطلة ضدهم بنشر شائعات بتلوث تلك الآبار وبحسب المصادر فإن الميليشيات الحوثية تضارب أصحاب الآبار بتفع مئة ألف ريال شهريا لدعم ما تسميه المجهودة الحربية ونعكس ارتفاع أسعار مياه الآبار على سعر الويت الوحد الذي وصل إلى أكثر من 15 ألف ريال وسط عيز الأغلبية من المواطنين عن الشراء وأخيرا أكد خبراء اقتصاديون ناقل سيناريوهات ضررا سيتمثل في برنامج يقوده صندوق نقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وبما يضمن عدم انهيار النظام المصرفي وحماية الأكثر فقرا في المجتمع وواصف الخبراء الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها الأسوأ منذ نحو عقدين من الزمن فيما يؤمن لبنانيون أن يتمكن بلدهم المأزوم اقتصاديا من تجاوز أقصى محنة واجهة ماليا منذ انتهاء الحرب الأهلية عرضت واشنطن 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبد الرضا شلاهي القيادة في الحرس الثوري الإيراني والمتورط في عمال إرهابية ونقل السلاح للميليشيات الحوثية العين الأمريكية هذه المرة على الجمن فقد رصد البيت الأبيض 15 مليون دولار لغرض الإيقاع بأخطر الإرهابيين الإيرانيين المرتبطين بميليشية الحرس الثوري 15 مليون دولار هي المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات عن عبد الرضا شهلائي تؤدي إلى اعتقاله ليبدأ التساؤل حول هذا الرجل الذي تضعه واشنطن بين أخطر إرهابي العالم شهلائي يعد أشهر رجال الحرس الثوري الإيراني في اليمن كما أنه مرتبط بشكل كبير بقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ومتهم باغتيال عدد كبير من الأمريكيين والظلوع في عمليات اغتيال أخرى لصالح الحرس الثوري هذا ما أكده المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك في مؤتمر صحفي أعلن اليوم أن وزارة الخارجية أو جائزة العدالة توفر 15 مليون دولار بشأن أنشطة المالية والشبكات وشركة لعبد الرضا شلاهي وهو قائد رفيع مقيم في اليمن لقوة فيلق القدس التابة للحرس الثوري الإيراني وهذا سيؤدي لجمع المعلومات لمنع الحرس الثوري من تنفيذ هجماته التحرك الأمريكي الأخير في اليمن أتى على أنقاض حوار تم تأجيله في سبتمبر برغبة إيرانية طهران التي باتت تساوم بالملف النووي بكفة واليمن بالكفة الأخرى قد أخرجت البيت الأبيض عن صمته وما إعلن المكافأة والملاحقة لشهلائه إلا أحد هذه النتائج كما يرى متخصصون أمريكا بإعلان ملاحقة الحرس الثوري في اليمن تؤكد أن مسرح العمليات الإيرانية بات رسميا فيها وهذا ما يفسر التقارب الكبير منذ مطلع العام 2018 بين الحوثي وطهران في زيارات علنية مكثفة يقوم بها محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوث في استكهولم وممثل الجماعة خارجيا ويرى محللون أن ميليشيات الحوثي قد ربطت مصيرها السياسي والعسكري مؤخرا بطهران الأمر الذي يجعل من السياسة العالمية تتغير سيما وأن قرارات الأمم المتحدة في اليمن ترى بوجوب الحل السياسي فعن أي حلول بات مجلس الأمن يردد والأمر قد تعدى العاصمة صنعاء وحل في طهران أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة سقطرة إلى قطع التيار الكهربائي عن الأرخبيل الذي يشهد لليوم الرابع على التولي أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية نتيجة لتأثرها بالمنخفض المداري والذي يضرب جنوب غرب بحر العرب وكان مركز الوطني للأرصاد أعلن عن تحول المنخفض الجووي المتعمق الذي يقع مركزه جنوب شرق أرخبيل سقطرة إلى عاصمة عصارية تسمى بافان على بعد 380 كم جنوب شرق الأرخبيل ونبه المركز المواطنين في أرخبيل سقطرة والصيادين ومرتادية البحر من سوء الأحوال الجوية وحطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية واضطراب حالة البحر حول جزر الأرخبيل وشرق خليج عدن مع ارتفاع للموجة تراوح بين 5 إلى 7 حول مركز العاصفة العصارية ومحيطها تذكير بأبرز العنوين افتتاح صارة المجد القتالي في الساحة الغربي وتأكيدات بمواصلة النضال على دربي شهداء انتفاضة ديسمبر الميليشيات تواصل تصعيدها وتقصف منازل المواطنين في مدينة حيس والتحيطة والأطفال أكثر ضحاياها والقوات المشتركة والمقاومة دكان تجمعات وآليات الميليشيات قرب بيت الشرجي وخسائره في العدة والعتن ألقاكم على خير في النشرة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة